مشاهدين في كل مكان ألم بيكم معنا مرة تانية بنتوصل معكم على الهوى مباشرة وفقرتنا القادمة وحادثنا في إطار يمكن مجهودات الدولة في نشر الوعي في مختلف المجالات وأيضا يمكن تواجد معرض القيارات الدولي للكتاب في هذا التوقيت واستغلالا لتوافد العديد من الشباب ومريدي هذا المعرض اللي بيصل عددهم للملايين طوال أيام وليالي هذا المعرض يمكن بنحاول إن احنا نتحدث عن العديد من المبادرات ونلقي عليها الضوء خاصة فيما هو نافع لبناء هذا الوطن الشائعات ومشكلة الشائعات يمكن من أكبر المشكلات اللي بتواجهنا مع الانتشار الكبير كالنار في الهشيم زي ما بتقال لوسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا كيف نتصدى للشائعات خاصة وأنها كثيرة جدا ويجب التعامل معها بشكل علمي يمكن يوجب المواجهة والموجهة الحاسمة لهذه الشائعات وإبراز الحقائق بعيدا عن هذه الشائعات هناك مبادرة تصدوا معنا من خلال الشباب ظهرت هذه المبادرة والهدف منها هي مواجهة هذه الشائعات دعونا نرحب معكم في هذا اللقاء بأحمد أيمن عضو برلمان شباب مصر أحمد أهلم بيك وأيضا عضو لجنة التصويق بمبادرة تصدوا معنا مبادرة تصدوا معنا بداية يعني الفكرة من إنشاءها ونشأت من إمتى وأعضاءها وقد إيه عدد من نلتف حولها يعني مبادرة تصدوا معنا هي مبادرة تحت رعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشاب والرياضة ورئاسة مجلس الوزر المبادرة تهدف إلى نشر الوعي لدى المواطنين والتصدي لكافة الشائعات التي تواجه الدولة والأم القومي وخلق جيل من الشباب كيف إزاي أنا أواجه الشائعات ديت وكيف التصدي لها من خلال تكوين مبادرة اسمها تصدوا معنا المبادرة تمت في 11 هي من خلال وزرات الشاب والرياضة تمت في 11 محافظة من خلال 11 محافظة كان فيه تدريب لحوالي عدد يعني فوق الخمس تلاف متدرب مدرب بدلوا اللي هم حاصلين على دورة الأمن القومي والاستراتيجيات من أكاديمية ناصر العسكري تمام هندي الدورة دي دورة الأمن القومي دولة هم حاصلين عليها في أكاديمية ناصر يعني دولة على حسب المدة لها تلات أسابيع دي اللي هاصلين عليها من خلالهم يعني كان اختيار المدربين من خلال هم واخدين من 11 محافظة لأن أنا عشان أختار مدرب لازم أعرف مدرب إن هو يأخذ أمن قومي يعني هيعرف فيه يدرب الشباب إزاي يواجه المشكلات في الأمن القومي تم تدريب حوالي 5000 أو ما كان فيه حوالي 5000 مدرب اللي هو التوتال بقى اللي هم اللي تم اختيارهم اللي هو الفرز بعد 85 مدرب على مستوى 11 محافظة من 5000 تم اختيار 85 بس 85 مدرب يعني زي اللي هو هم الأفضل يعني هم الأفضل من خلال 85 مدرب تم تدريب 5000 شاب على مستوى 11 محافظة تمام من خلال 11 محافظة تم تدريب اللي هم ال5000 ميت شاب تم عمل ملتقى من أول 19 ديسمبر لواحدة من 19 لواحدة وعشرين تم الملتقى برعاية الدكتور أشرف صبحي ورئاس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة والأستاذ كامل جبر إيس المجلس الأعلى للإعلام كان موجود الملتقى تم اطلاق الملتقى كان من ثلاثة أيام على الملتقى كان نظام إيه إن أنا محضر اللي هم ال85 مدرب وال5100 شاب على مستوى 11 محافظة زي معسكر تم معسكر للشباب تم أول يوم تم اطلاق الملتقى تاني يوم كان فيه ورشة عمل إزاي إن أنا واجه الشائعات والشباب ده يعني أنا موجود إزاي أنا بقى هنزل وهنعمل حملة وهنتصدى للشائعات هنتوا هتتصدوا للشائعات بشكل كده مباشر من خلال السوشال ميديا ومن خلال فيه تدريبات بتنزل الكليات يعني أحنا بدأنا دلوقتي عندنا كليات كان في المدينة أو في المركز بدأنا التنصيق دلوقتي بين الوزارة وبين الرؤساء وعمداء الكليات إن هم يعملنا تنصيق إن فيه تدريب هينزل على الجامعات يعني شغل السوشال ميديا يعني شغل السوشال ميديا موجود يعني أنتم بتتدربوا الكوادر دي على التعامل مع شائعات سوشال ميديا этомiges مداربين موجودين ما هي المصدر الرئيسي بتا thrk اسوشال ميديا دي هي المصدر الرئيسي المصدر رئيسي بس فيه برضو لازم ان انا انزل يعني الشارع اهم حاجة الشارع يعني احنا حتى كان شغلنا كله لازم يكون اكتر مصدر بيكون الشارع يعني ممكن شغلنا على السوشيال ميديا انا مش فاهمت ازاي في الشارع انت بتقابلوا الناس تعود تتكلم معهم لا مش بنقابل الناس يعني حضرتك بوقبقى التنصيق بوقبقى ازاي يعني انا دلوقتي بجيب المدرب اللي هو اخد حاصل على دورة الامن القومي هو اللي هيعرف فيه يشرح صح فهيعمل ايه فييجي انا دلوقتي كلية كزا يقعد يشرح للشباب ازاي اواجه الشاععات وازاي اتصدى لها يعني مش اشوف خبر على الفيسبوك وراح عامل مشاركة ومشيره اه واشوف خبر فيديو كزا وراح مشيره الشاععة بتتنشر من كده يعني هي بتكون خبر بتتنشر من جميع ازاي انا بقى اتصحح من الاخبار دي طبعا عندنا صفحة رأس مجلس الوزراء بتنزل على طول الحاجات اللي هي ممكن تكون بتنفي الشاعات يعني عجاب تتقال احنا اصلا احنا موجودين او بنشوف الحاجات دي دايما انا عن نفسي كشغل السوشال ميديا انا اصلا عندي طبعا انا شغال في التسويق الالكتروني اه بعيدا عن السوشال انا شغال في التسويق الالكتروني اساس مجالي اه فالصفحة موجودة تتعال تصدو اسمها تصدو معنا اه الصفحة كانت عليها الفين شاب دلوقتي الصفحة وصلت عشر تلاف شاب ولسه في مرحلة اللي احنا اه شغالين عليها دلوقتي اننا تدخل في ليفين اعلى وشغالين على ان احنا ازاي ننزل كل يوم بنزل على الصفحة ازاي كل يوم ازاي تواجه اشاعات طب ازاي اواجه اشاعات يعني انا دلوقتي جات لاشاعة اعمل فيها ايه الاشاعة دلوقتي ازاي يعني انا دلوقتي جات لاشاعة فيه كزا مصدر موسوك اه اولهم مصدر رئاس مجلس الوزراء اه او اخش على ازاي يعني أنا بخش على صفحة مجلس الوزراء مش موجود على الفيس أخش فيه فيه تطبيق موجود أخي الخط الساخن بتاع رأس مجلس الوزراء أتأكد من الخبر ده أخش على جوجل على المصادر طب أنا لو ما عنديش بقى وقت أعمل كل ده بعمل إيه؟ خلاص ما شيرش ما شيرش؟ ما أنا بشير حاجة غلط فغيري بشيرها فغيري بشيرها الإشاعة بتتنشر ما هو ده الإشاعة يعني الإشاعة بتبقى من واحد لاتنين فإشاعة مرة واحدة تلاها تنشرت وهي ده سبب إن إحنا إزاي نتصد الإشاعة إنتعرف إن الإشاعة بنسبة 99% من عشرة بتتعامل بسؤون إيه؟ بسؤون إيه اللي هو إيه أنا شيرتها زيميلي شفني خلاص أنا صاحبه مشيرها فهيشيرها زي واثق فيها بقى واثق فيها فنفس المزوم برضه هيجي وراها 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 ملاش الإشاعة تنشرت وده فعلاً اللي كان بيحصل فترة الفاتت فترة كبيرة فإحنا دلوقتي بدأنا إن إحنا يعني الملتقى آخر يوم في الملتقى تم إصدار من الدكتور أشرف صبحي إن يبقى فيه لجان زي لجنة التسويق ولجنة الآي تي وكذا لجنة تانية تكون موجودة دي مركزية إزاي دي موجودة مركزية اللجان ديت بتشكل بيكون فيها عدد حوالي خمسة أو عشرة شباب بيكونوا عادين هما إزاي هيسوقوا إزاي للملتقى أو إزاي تصدوا للشاعات وإحنا كمان كبتور تسويق إزاي إحنا إزاي نجيب إزاي راعي أو سبونسر للمؤتمرات اللي هتتعامل في المحافظات تابعة لهذه المبادرة يعني الملتقى كان في راعي منذ ذكر اسمي كان في راعي موجود يعني كل المؤتمرات دي بتكون بتبقى لها راعي موجودين يعني إحنا نسموح إن إحنا بنجيب راعي موجودين وإحنا كبتور تسويق أو اللجنة عمتا كاملة فتقدر إن هي إزاي تعمل سبونسر وإن أنا جاي إزاي أجيب راعي للمؤتمر جميل تاني حاجة إزاي إن أنا أتصدى للشاعات أو يعني الحتة اللي هي برضو في حتة عند الشباب اللي هو إحنا كل ما يشوف حاجة في جريدة أو بتبقى دي الجريدة ممكن تكون جريدة فعلا صح يعني الجريدة بتكون رسمية بس أنا برضو يعني ما شيرش مرة واحدة أنا أتأكد من الخبر وممكن يكون الجريدة جريدة رسمية أنا دلوقتي جريدة رسمية وانا قالت نقلا أكتب كده نقلا عن جريدة كذا آه يعني نقلا عن جريدة كذا في أصول مثلا يجب اتباحها في جرائد دلوقتي طلعت جرائد كتير نه وبتعمل نفسها جرائد رسمية وبتطلع لأخبار غلط أولا بتطلع لأخبار غلط لا أنا ما شيرش هو دلوقتي دلوقتي اللي إحنا عدين على الفيس إن أنا عشان أعمل شير وأعمل تعليقات فأنا أشير أي حاجة هجيب لي تعليقات بس بس يحمل عشان مست نبقى واقعيين بعيدا عن الكلام الرسمي دلوقتي كل واحد ماسك فيدو الموبايل تمام وطبعا معظمهم شباب الشاب دلوقتي اللي ما بيلاقي خبر جاي له نزله عمره ما هيروح يتأكد من صفحة مجلس الوزراء ولا هيروح يتأكد من صفحة معرفش ايه ولا هيروح هيلقى الخبر مثلا جاي من عند احمد ايمن احمد ايمن ده راجل لطيف يعني كده انا بسق فيه هروح مش هير هيروح بقى ليه احنا بقى بنواجهش النقطة دي يعني ان احمد ايمن ده هو ده اللي يبقى فعلا هو ده بتسق فيه فيبقى فعلا الثقة دي في محلها ما هو من خلال انا برضو يعني احنا كان موجودين كاتدربنا على الموضوع تصدو ان انا ممكن قاعد مع مجموعة شباب وان انا قدر اقول لهم الحاجات اللي بتواجه يعني احنا مسموح دين اول اللي احنا نتكلم ازاي نخلي الشباب ده يواجه الشاعات يعني احنا كلازم بس كلها برضو بتوبها يعني لازم حاجات يعني انا ما ينفعش انزل مرة واحدة كده وفي الشارع وواجه الناس في الشاعات يعني ده لازم بقى طبعا نتوبة ايه حاجات طب ليه ما يبقاش انت مسلا مركز يا جماعة لو الحاجة انتم مش واسقين فيها بدل ما انت تروح تدور بعت هالي على الصفحة بتاعت تصدو معنا وانا اقول لكم بدي صح ولا غلط فعلا فيه حاجات فيه رسال بدأ نتركها دلوقت على الصفحة كاننا موجودين في الصفحة فبنتلق الرسال كل يوم وفيه ناس اعاوز اتنضمي للمبادرة يعني المبادرة شغالة هي ان شاء الله المرحلة التانية نزيلوا اللينك بتاع المرحلة التانية كالمدربين اللي حاصلينها على أكاديمية ناصر هابدا يسجلوا اللي هي المحافظات الباقية يعني المحافظات فوق اللي 11 محافظة المحافظات الباقية هتبدأ تسجل عشان مرحلة التانية من المبادرة تمام طبعا الصفحة فيه ناس يعني اقول لحضراتك هنا احد من تستجبل رسال كتير من جميع المحافظات كله عاوز يشترك في المبادرة هي المبادرة شدة شوية وكمان المبادرة يعني برضو دي خاتتني المبادرة جاية من القائد عبد الفتاح سيسي من رئيسة فتاح سيسي اه في احدى المؤتمرات قال يا شباب مصر تصدوا معنا اه الفيديو ده موجود يا شباب مصر تصدوا معنا فمن خلالها تم تحت رعاية وزارة الشياب الرياضة ان هي تاخد كلمة تصدوا معنا وان هي تعملها مبادرة هي اصلا شعار جاي من السيد الرئيس من الاول يا شباب مصر تصدوا معنا بنفس المعنى يا شباب مصر تصدوا معنا طب ازاي الشباب ينضموا للمبادرة يعني هل بيبعثوا لكم على الصفحة مساء ما عايزين يبقى معاكو ولا في خطوات معينة بتتم يعني يعني انا دلوقتي لما انزل لنك عندي على الجروب او انزل لنك حاجة خاصة بتصدق فبيدخلي مجموعة من الشباب ولا انا عاوز انضم المبادرة التصدق انا عامل لهم جروب وموجود عليه الناس اللي هم المنصكين بتوع تصدق الرسميين يخش يعمل لهم انترفيو ويشوفوا الناس ديت يعني انترفيو على على زوم يعملهم انترفيو على زوم بجميع الشباب ويقول له انت فكرتك ايه انت عاوز تخش تصدق معنا ليه يبدأ هو يقول له انا عاوز اتصدق كذا كذا انا عاوز ابا موجود عشان استفاد ووفيد غيري ده بيخشينا طبعا يعني انا عن نفسي لما بنزل الخبر او انا في حاجة بنزلها طبعا موجود على طول على الصفحة وبنزل حاجات على طول تصدق كل يوم بنزل حاجات وبرضو عندنا اي حاجة تنزل على صفحة رئاس مجلس الوزراء احنا على طول بناخدها النزلها في اللينك بتاع الواطس ونشيرها على الفيسبوك يعني اي حاجة بتنزلها رئاس مجلس الوزراء تمام طبعا فيه تفاعل من الشباب كبير جدا بيلاقي الشباب كل الشباب موجود لو فيه اي حاجة خبر يعني اي حاجة اشاعة فيه اللجان اللي هي خاصة بالسوشال ميديا دلوقتي فيه تصميمات تتعامل ازاي زي الرسوم كده ان انا ازاي اتصدى للاشاعة حاجات بدأت زي كتابة المحتوى السليب يعني السليب جديد موجود فريق اعمال سوشال ميديا لجنة متكونة بتكتابة المحتوى بالتصاميم كل حاجة موجودة يعني تصدو هي فكرة كانت او كان عنوان سيادة الرئيس قاله وتنفذت على الارض الواقع ولسه مستمرة لمدن طويل طبعا احنا مش هن يعني الاشعاعات دي طبعا احنا لا مش هتنتهي طبعا سوشال ميديا دي يديا منجة من الاشعاعات او يعني احنا ممكن نستعبه تلات تلاف اشعاع في اليوم اه فاحنا مستمرين والشباب بدأ فيه تكاتف من الشباب واحنا كشباب او انا كعضو برامان الشباب فاحنا اصلا من الاول حبنا للعمل عام والعمل التطوير موجود من الزمان فكان حبنا اللي احنا يكون موجودين في اي حاجة كان تابعة وزارة الشاب والرياضة او من قبل وزارة الشاب والرياضة كان برضو قبلها كان موضوع كورونا ومبادرات احنا كعمل عام احنا موجودين يعني خلاف مبادرة التصدد يعني العايز ينضم بيكتب بس التصدد معنا مبادرة التصدد معنا على جوجل او بيكتب موجود دلوقتي هي الصفحة يخش على الصفحة يجيب الصفحة يكتب تصدوا معنا على الصفحة هتظهروا هي الصفحة رسمية وحيلة يخش عليها يبعت على رسال الصفحة يتم الرد عليه يسألوا محافظة ايه بعت البيانات بعد كده يروح للمنصك بتاع المحافظات بتاعته ده بيروح له بقى بشكل مباشر ولا برضه عن زوم عن طريق الرقم وعن طريق الواتساب وبعد كده بيعملوا له اجتماع بعد ما يكتمل عدد ويعمل اجتماع لزوم وبعد كده يبدأ يخطر النقص طيب اي حد بقى بشكل عام كده كنصيحة لو قابله خبر هو كده قلبه مش مرتاح له يعمل ايه قلبه مش مرتاح له وهو مش عاوز يفتح ويفحس اه فيه يعني فيه حل من اتنين اما انا عندي دلوقتي السوشال ميديا وعندي ان انا ممكن اسأل واحد واثق فيه اه تصدوا معنا دي احد الاساليب ان هي الصحيحة اه يعني انا كدلوقتي عشان كده اه معظم دلوقتي احنا يعني كشباب بدأنا دلوقتي ان احنا نزود معنا عدد من الشباب اه يعني من كل الفئات اه مش مكتصر اكان الشباب او فتيات اه مكتصر او العدد هو من 18 ل 35 اه اه يعني السن من 18 ل 35 اه اه طبعا دلوقتي ده اللي مس محلوم ينضموا المبادرة يعني؟ ده اللي مس محلوم ينضموا المبادرة اه إحنا برضو دورنا دلوقتي إن إحنا ننزل نعمل المبادرات ديت في مراكز عشان تشمل الشباب في المراكز أو الكرة نعملها في مراكز الشباب دلوقتي بدنا نعمل التنصيقات مع كان مدرية الشباب والرياضة والمراكز الشباب إن هي الملتقيات ديت أو الحاجات أنا هجي يعني أنا دلوقتي جبت أنا مش مدرب أنا متدرب بس في مدرب موجود معروف مدرب البرنامج ده في الشرقية بيجيب مدرب البرنامج الشرقية هيدرب كذا في يوم كذا هيجمع الشباب دلوقتي أنا عدت هنا النهاردة خدت المؤتمر عرفت يعني هي أتصدى للشاعات الخبر بتنيل من هنا يروح النحاء الثانية لا ده كان فيه مؤتمر نهاردة لتصدى للشاعات فده يعني ده إيه شغال غير الجامعات يعني شغال بتجيب بعضها يعني بتجيب بعضها طبعا موجود دلوقتي تصدوا نازل أن هي لازم تنزل للمستشفيات الممرضين إزاي تصدوا للشاعات الممرضين المدرسين هنخش بعد كده على المدارس يعني دلوقتي هيبدأ الترمي التاني إن شاء الله كان عندنا في الشرقية وكده هنبدأ الجامعات وفي كل المحافظات في 11 محافظة هيبدأوا دلوقتي مؤتمرات تتعامل إزاي تصدى للشاعات وطبعا الشباب الموجود في الكليات أو معظم الكليات من جميع الجمهورية فنقدر أن نعمل انتشار بشكل أوسع شكرا جدا يا أحمد بالتوفيق إن شاء الله أحمد أيما عضو برلمان شباب مصر كل التوفيق ليكم ولمبادر التصدق معنا ضد الشائعات مشاهدين في كل مكان ساعدنا بوجودنا معاكم النهاردة فعلى وعد دائم بلاقات أخرى قادمة انتظرونا غدا وفريق عمل جديد بنصاب عليكم